اشتركوا في القناة وقبل البدء ادعوكم الى زيارات قناة معلم اللغة الفرنسية وهي قناة مميزة ورائعة وحتما ستفيدكم لتعلم المزيد من اساسيات اللغة فهي تحتوي على دروس متنوعة من حوارات وقواعد ورصيد لغوي ونصائح ساترك لكم الرابط اسفل الفيديو في صندوق الوصف اتمنى ان تزوروها وتدعموا القناة وشكرا لكم اذا فلنبدأ على بركة الله العامية الفرنسية 13 كلمة للغة العامية الفرنسية التي يجب أن يعرفها كل متعلم بوردل وتعني فوضاء كبيرة بوردل 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 الكلمة الأكثر استعمالاً لوصف فوضى كبيرة وقد تعني أيضاً دار للدعارة ولكن المعنى الأول هو المستعمل بكثرة مثال على ذلك رتب غرفتك هذه فوضى كبيرة بال 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 و تعني رصاصة بالكومنة سنگلية signifie littéralement بال pourtant dans la journée les بالes étaient utilisées comme un mot d'argot pour les francs la monnaie française avant 2002 et quand la France est passée à l'euro les بالes se sont déplacées avec elle et il est encore parfois en référence à l'argent تعني حرفياً الرصاصة ولكن في الاستعمال اليومي لدى الفرنسيين تستعملوا ككلمة عامية للفرنك الفرنسي وهي العملة الفرنسية قبل عام 2002 وعندما انتقلت فرنسا إلى l'euro انتقل استعمال الرصاصة من الفرنك إلى l'euro par exemple j'aime ton pantalon merci je l'achete au marché pour 15 ball أنا أحب ثروالك شكراً لك اشتريته من السوق ب 15 رصاصة أي اشتراه ب 15 euro باراك باراك تعني منزل le mot باراك signifie لترالما باراكما أو petite maison faite de planche cependant récemment la termine a été adaptée pour se référer à une maison ou en tant qu'adjectif باراك quelqu'un qui est vraiment musclé تعني حرفياً كلمة ثقنا أو بيت خشبي صغير ومع ذلك في الهوين الأخيرة تم تكيف هذا المصطلح للإشارة إلى منزل أو بمعنى تقيل أو شخص عضلي حقاً باراك نحن نعيش في منزل كبير مع عشرة أشخاص آخرين دوزيام ويعني هذا الزي أناق جداً ومن نوعية ممتازة بلي بلي وتعني هنا النقود ربحة الكثير من النقود بوبو بوبو وتعني خدش أو كدمة ببعنى J'ai un bobo aux pieds. ما هو المشكل؟ لدي خدشنا على قدمي. بوفي بوفي بمعنى أكل C'est-à-dire manger ou consommer. Par exemple, بمعنى أكل سيارة تأكل أو تستهلك 15 لتر في المئة. بمعنى سيجارة كلمة عامية شائعة تستخدم خاصة في باريس والتي تعني السجائر أو عقب السجائر Vous avez une clope؟ Oui, bien sûr. Vous avez une clope؟ Oui, bien sûr. ألاديك سيجارة؟ نعم, بالتأكيد. Deuxième exemple إكخازيان ميغو إكخازيان ميغو سحق عقب السيجارة كيفي 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 لا ألغب لا تستخدم خاصة في المئة ألا تستخدم خاصة في المئة ألغب سربة الأشياء ميغو ميغو يعني رجول Le mot mec est encore un terme d'argot couramment utilisé et se réfère à des petits amis ainsi que des gars en général Par exemple Elle est beau ce mec Inna hu wasi mon hadar rajul Meuf Ou bimanna emra'a ou fête ou zauja ou shérika ou achika ou hattasadiqa Par exemple Ma meuf travaille dans la communication d'une grande expérience Ma meuf travaille dans la communication d'une grande expérience Zaujati t'aimelouf imajal atisalat maa khibra waasia Relou Relou Moumille ou saiyé Le verlan pour lourd Ce qui signifie innoyeux ou exasperant كلمة أخرى Moumille ou verlan Bimanna t'aimel ou moumille Par exemple Té toi Té goulou mec Té toi Té goulou mec Té toi Té goulou mec Est une autre façon d'exprimer que vous êtes agacé ou fâché Être vener Qui est le verlan d'être énervé Auxi Ma Moumille ou verlan Moumille ou verlan Moumille ou verlan اشتركوا في القناة